أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول الصفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شوداء على الناس ويكون الرسول عليكم شيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبين وإن كانت لكبيرة إلا على الذين آدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرروف رحيم قد نرى تقلب وديك في السماء فلنولي أنك قبلة ترواها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون وإن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابعا قبلتهم وما بعضهم بتابعا قبلة بعض وإن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لأن لا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم وخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فالكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلو أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم نصيبة قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاكٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَهُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِيْ اَعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَتْقُّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَقُضَّ عَلْ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ يَتْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَجْيْنَاتِ وَالْهُدَى والهدى من بعد ما بجنناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا ومجنوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إما الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخصص عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلت التي تجري في البحر بما ينصر الناس وما أنزل الله من السماء مما إراف أحيى به الأرض وبعد موتها وبث فيها من كل داب وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أعدادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوه أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة سنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس قلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألصينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كسروا كمثل الذي يلعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء ثم بكم العم ينصهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طجبات ما رزقناكم واشكروا لله أنكم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اذ در غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله رسول رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويسترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الولالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شطاق معيد ليس البرات والوجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والمبجين وآت المال على حبه ذا بالقربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعاذهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والوراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والعنفى بالعنفى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وداهم إليه بإحسان ذلك تخصيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين فمن بد له بعد ما سمعوه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من مصر جنفاً أو إثماً فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله رسول رحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُطِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُطِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ أياماً معدوداً فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيطونه فديك وطعام مسكين فمن تطرع خيراً فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس ومجينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما أداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعاني فليستجيبوني ولؤمنوا بي لعلهم يرشدون أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الْرَفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَى عَنْكُمْ فَالْآنَ بَاشِرُونَّ وَابْتَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَاكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرُ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُونَ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدُ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإفن وأنتم تعلمون يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأكل بيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة وشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فقطلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن ينتهوا فإن الله رسول رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن ينتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين واتموا الحج والعمرة لله فإن أحصلتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا روسكم حتى يبلغ الهدي محلا فمن كان منكم منيرا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمركم فمن تمتع من العمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهل روحا ولمسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب الحج أشهر معلومات فمن فرد فيهم الحج فلا رفذا ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد تقوى واتقوا يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبطروا فولا من ربكم فإذا أفركم من عرفات فالكروا الله عند المشعر الحرام والكرواه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الرالين ثم أفروا من حيث أفاوى الناس واستغفروا الله إن الله رفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فالكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تنشرون ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرف والنس والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإسم فحسبه جهنم ولبئس المهاد ومن الناس من يشري نفسه بطراء مرات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فين سللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في غلال من الغمام والملائكة وطويا الأمر وإلى الله ترجع الأمور سالبني إسرائيل كم آتيناهم من آية مجهنة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويصفرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حسابه كان الناس همة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنسل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوا مما بما جاءتهم البينات مغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مسكهم البأساء والوراء وزرزلوا حتى حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وبن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم قتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشعب الحرام قتالا فيه قل قتالا فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالوا ليقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمتوا وكافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب المالهم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين آجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله الرسول الرحيم يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نصعيما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتاما قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا ولامتهم مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبدهم مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحير قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحير ولا تقربوهن حتى يقهر فإذا تطهرن فأكهرن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرف لكم فأتوا حرفكم أما شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا الله عروة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصرعوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغف في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله رفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربس أربعة أشهر فينفاؤوا فإن الله رفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة غروب ولا يحل لهم أن يتمن ما خلق الله في أرحمهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآقر وبعولتهم أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهم بالمعروف وللرجال عليهم درجة والله عزيز حكيم أطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيكمهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما استدت به تلك حدود الله فلا تعفدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فين طلقا فلا تحل له من بعد حتى تنقح الزوجا غيره فين طلقا فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنّا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يمينها لقوم يعلمون وإذا قل قدم النساء فبلغنا أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن غرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة والحكمة يعذكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا قلقتم النساء فبلغنا أجلهن فلا تعظلوهن أن ينقحن أزواجهن إذا تراغوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وقهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يطم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تغار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراغ منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيكم بالمعروف واتقوا الله وعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما أعرضتم به من خطبة النساء أو أكناتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدون سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تبسوهن أو تفرغوا لهن فريغا ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتنهن فريغة فنسوما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيدي عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفول بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو رقبانا فإذا أمرتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتغفون منكم ويذرون أزواجا رصية لأزواجهم متاعا إلى الأول غير إقراد فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهم من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم قلوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله له صغل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قروا حسنا فيضاعفه له أوعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا للمي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم يا كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم قالوا تملكا قالوا أما يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله صفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحملوا الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مرتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف هرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه ووالذين آمنوا معه قالوا لا ما قتلنا اللوم بجالوت وجنوده قال الذين يؤمنون أنهم ملاكوا الله كم من فئة قليلة ونبن فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله وقتل دامود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرولا ولكن الله صغل على العالمين تلك آيات الله ندوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين